السلام عليكم البنات مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير وأمركم لباس جبت لكم اليوم وصفة بزيف سهلة سهلة مهلة تحضرها بالخف غير بشكرة حليب وعلبة تاورد أي نوع عندك وتجي تماما كمير اتباع برا حضرها لأطفالك خاصة إذا كانوا من الأولاد اللي ميحبوش الحليب هذه الوصفة تولي لهم إدمان يولوا يشربوك هذه بدل من الحليب وتقدري ثانية توجدها للرمضان نحضرها في الصحور ما للبنات روحوا نتعرفوا على الوصفة كما قلت لكم لبنات الوصفة تعنا فيها غير واحد لتر من الحليب يعني شكرة حليب وبطاة عيورد على النار نحتكسر ونفرغ فيها الصاشية الحليب بتاعي إذا كما قلت لكم البنات نفرغوا الصاشية الحليب بتاعنا كامل ونخليه حتى يدفى فقط متخليه حتى يفاذ ولا حتى يغلي حتى يدفى فقط ونروحوا نشوفوا المرحلة الثانية بعد ما دفعلي الحليب بتاعي ولا السخن فقط نبدأ نضيف له الياورد تعنا الياورد اللي هنا البنات تديروا أي نوع عندكم مش شرط تديروا هذه حطوا البطا عيورد تعنا كامل في هذا الحليب الدافن نضيف له خمس ملاعق من السكر هكذا بهذا الشكل من بعد نضيفه له الفانيلا حطت ملعقة صغيرة فقط من الفانيلا ونضيفه الملون أي ملون تحبون تومه كما تقدروا تديروا العرام نخلط المكونات هكذا مليح بالفوي واللون تتحكموا فيه تحبوه أحمر قاتم ولا تحبوه هكذا غير وردي إذا نخلطوا المكونات هكذا جيدة نروحوا نحضروا قارورة تعنا جبت لهنا قارورة البلاستيك حطت فيها هذا اللمبوت ونبدأ نفرغ الحليب بتاعي ونكملوا الكمية تعنا كامل من بعد نغلق القرعة تعي نغلقوها البنات بإحكام وإذا كان المقفل تعكم يقفل شمليح ديروا بابي فيلم ومن بعد ديروا البوشون تع القرعة ولا ديروا الصاشي وقفلوا بالبوشون هكذا باش تتغلق لكم بإحكام نمخذها هكذا لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط نرجوها هكذا جيدا كما نمخذوا الحليب من بعد نروحوا نديروا المرحلة الأخيرة نجيب طرشونة ونبدأ اللف القرعة تعي في الطرشونة تعنا هكذا بهذا الشكل ونروح نحطها في مكان دافي حطها تحت الفرنو ولا إذا كان عندكم رادياتور حطوه فوق رادياتور هكذا لمدة الليلة كاملة هكذا البنات نحطها فوق رادياتور هكي يكون سخون ولا يكون دافي ونخليها لمدة ليلة كاملة وبعد مرور ليلة كاملة شوفوا البنات كيفش ولا لي عاقد نروح نحطه في مكان بارد ونبعد نحطه في الثلاجة من بعد يولي واجد للإستهلاك إذا البنات نصبوه ونشوفوه مع بعضنا وفي الأخير نتحصلوا على يهورت سائلة تماما كما يتباع بره وتماما كما يهورت ياقو سواء فلاتيكسي ولا فلوغو نفسها يعني نفسها مية بالمية جربوها البنات وتأكدوا وهذا الوصفات قدروا تحضرها لأطفالكم كما نقدروا نحضرها في رمضان ندروها في السحور وتريقة الاحتفاظ أكيدا حين نحتفظوا بها في الثلاجة إذا نحضرها لأطفالكم خاصة إذا كانوا ميحبوش الحليب هذه الوصفة كما قلت لكم حتولي لهم إدمان إذا اللي بنات لحقنا نهاية الفيديو مبقى لغا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة